موسيقى موسيقى من هو الإله الذي تعبده؟ أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان اليوم أنا راح أتكلم عن من هو الإله الحقيقي الإله الذي نعبده أو أعبده راح نتكلم عن مقارنة بين الإله الحقيقي وآلهة الأمم في البداية بحب أقرأ بعض الآيات من سفر أعمال الرسل إصحاح 17 من آية 22 فوقف بولوس في وسط أريوس باقوس وقال أيها الرجال الأثنيون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك المصنوعة بالأياد ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد مننا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته فإذ نحن ذريت الله لا ينبغي أن نظن أن اللهود شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا في هذا اليوم من هو الإله الذي تعبده؟ من هو إلهك؟ برس الرسول كان موجود في الرحلة التبشرية الثانية وكان موجود في منطقة آسيا الصغرى وكان بيبشر وبأسس كنايس ويعني بينشر كلمة الله في كل مكان في أعمال 16 منعوا روح الرب يتكلم بالكلمة في آسيا أغلق باب وفتح باب أن يروح على أوروبا وظهرت رؤية لبولوس رجل مكدوني من منطقة مكدونية المقاطعة في اليونان بقوله أعبر إلى مكدونية وأعنى ولما تحقق من الرؤية أبحر عن طريق بحر إيجية ووصل إلى نيابوليس اللي هي الميناء الأول في اليونان اليوم المدينة اسمها كافالا من هناك صار في الطريق الأغناطي اللي بيربط روما قديما مع كل المقاطعات الشرقية بتصل لبيزانتيوم اللي هي اليوم تركيا فشيء طبيعي بهذا الطريق بمر على فليبي ذهابا إلى تسالونيكي طبعا مارا في أمفيبوليس وأبولونيا ومن تسالونيكي وصل لبرية ومن برية راح لأثينة وكان بينتظر أصدقاء وداقت روحه من كتر التمثيل والأصنام وكما قال أحدهم في أثينة كان بيوجد أصنام وتمثيل أكثر من عدد السكان نفسه وبعد طبعا خدمته في أثينة راح لكورونتوس كمان كانت مدينة يونانية مشهورة جدا ومن كورونتوس رجع لأفيسوس ورجع طبعا للهيد كورتر لمركز الإرساليات في أنطاقيا سوريا لكن هون بولوس بيتكلم عن فن التواصل بولوس لما كان بيتكلم في مجمع اليهود كان بيتكلم عن الإله اللي بيعرفوه اليهود اللي يعني اللي فيه عنه نبوات كثيرة عن مجيء المسيح وفيه ذبائح وفيه عهود وفيه اشتراع فيه نموز فيه وصايا فيه فرائض وهكذا كان بيعرف كان بيكلمهم من التوراة من العهد القديم ولكن مع الأمم كما فعل بليسترا ودربا دايما بيبتدي حديثه عن الإله الخالق الإله المسيطر الإله الذي له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر الإله المهيمن والحافظ أيضا ولكن منشوف شيء غريب في هذا الحديث شاف مكان طبعا لإله مجهول وهذا الإله المجهول لاحظ بكلامه الرسول بولوس بقول وجدت مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول فهذا الإله اللي أنتو بتجهلونه أنا رح أتكلم عنه لأنه واضح من كلام بولوس أن شعب أثينا كان متدين بيعبد آلهة كثيرة وكان بيكلم فلاسفة المعاصرة في أيام بولوس هي كانت فلسفة الأبيكوريين وفلسفة الرواقيين وهذه الفلاسفة طبعا كل واحد بحاول يقنعها على نفس المستوى الفلسفي بحسب شو بناده كان في مئات ألاف الآلهة ولكن عاوز يسأل أن هذا التدين وهذه الآلهة لا تفيد أي شيء فبيعمل مقارنة مع هذه الآلهة مع أنه بحسب رسالة روميا مكتوب معرفة الله ظاهرة فيهم عبدوا المخلوق بدل ما يعبدوا إلى الخالق فإذن هذا الإله المجهول طبعا في قصص كثيرة بحسب الأساطير اليونانية ولكن خليني أختصر من القصص أنه عادة عشان لألا ينسوا أي إله مش معروف مع أنه كان عندهم إدراك في إله قادر إله مش غير مرئي مش قادرين يصلوله أو يعرفوا عنه هذا الإله بولوس عاوز يتكلم عنه إله مجهول بالنسبة لهم ولكنه إله معروف بالنسبة لبولوس الرسول ألم يقل عن هذا الإله الذي أعبده من أجدادي ألم يقل عن هذا الإله الذي أعبده بضمير صالح فهو بيعرف الإله ولكن عندهم فكرة مجهولة فكرة غامضة عن من هو هذا الإله فكانوا يآمنوا اليونانيين أن أحيانا الآلهة تتقمص أجساد البشر وبيتظاهر مثلا لربما يكون فقير وإذا عملوا معاملة سيئة ممكن يعاقب البلد كله وموجود طبعا في كتابات اليونانيين وأحيانا حتى يرضوا كل الآلهة ما ينسوش أي إله كانوا بيطلقوا الماعز وكل يعني عنزب تصل إلى مثلا مكان معين بقولوا هذا المكان لإله مجهول فبولوس بفن التواصل ببراعة أن أراد أن يوصل المعلومات عن هذا الإله المجهول أن هذا هو الإله الحقيقي وحده بمقارنة مع الآلهة الأخرى هذا الإله أحبائي المجهول بالنسبة لهم هو الإله الحقيقي الذي خلق العالم وكل ما فيه بينما الآلهة الأخرى أثبتت أنه ما عندهاش القدرة أن تخلق لا يستطيع أن يخلقه شيء تاني هذا الإله الحقيقي هو رب السماء والأرض رب السماء والأرض شيء عجيب أنه مكتوب عن يسوع رب الأرباب رب الحصاد رب السب رب يعني بكل معنى الكلمة ربا للجميع كما يقول عنه الكتاب المقدس ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس هو رب السماء والأرض ما فيش آلهة وواسطات تانية لهذا الإله هذا الإله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادة لأنه عندما بيتفرج كان بولوس كان في هياكل هيكل أثينة طبعا حامية أثينة لأنه المنطقة وين الأريوس باغوس هي في منطقة تسمى مارس هيل اللي هي يعني تلة آرس آرس اللي هو إله الحرب وهناك على هاي التلة كان فيه الأغورا الماركت بليس وكانت تطل على الأكروبلس اللي هي أعلى نقطة في المدينة وفيها هذا المكان أو مركز الاجتماعات والمباحثات والمسائلات والمجدلات وكل فيلسوفي بيأتي بتعليم جديد كانوا بيسمعولو يعني ما عندهن الشغل عامل إلا طول النهار يسمعوا فلاسفة وعلماء فهذا الإله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأياد وهذا الإله أيضا لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء وهذا الإله مكتوب عنه يعطي الجميع حياة ونفس وكل شيء ومكتوب أيضا عنه به نحيا ونتحرك ونوجد وهذا الإله طبعا يفوق كل الأوصاف بقول لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع أنه عن كل واحد مننا ليس بعيدا فإذا هو فائق الأوصاف فوق التصور البشري أو فوق التصور العقلي وبعد ما قدم هذه المقارنة عن الإله الحقيقي مقارنة مع آلهة اليونانيين فبولوس بيصل إلى بيت القصيد إلى الرسالة الرئيسية فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لاحظ شو بيكمل بقول لأنه لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل يسوع المسيح قد عينه مقدما للجميع إيمانا شو البرهان إذ أقامه من الأموات قيامة يسوع المسيح من الأموات هي لطعة المصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح الكتاب المقدس بيسمي عبادة الأصنام هي عبادة شياطين وبيكرونتوس الأولى سحاح عشرة بقول يذبح للأصنام أنه يذبح للشياطين أو يقدم أضحية لشياطين ويقول الكتاب المقدس أيضا لأن كل آلهة الأمم أصنام أما الرب فقد صنع السماء أيضا في المزامير مكتوب لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض علوتا جدا على كل الآلهة في رسالة أو في سفر أيوب مكتوب الذي بيده نفس كل حي وروح كل بشر في مزمور آخر لأنه عندك ينبوع الحياة بنوره نرى نور هذا الإله الخالق المهيمن الحافظ المسيطر كل الكون ممسوك بإيده وهو المصدر لكل شيء هو مصدر الحياة وهو مصدر النور يقول الكتاب عن يسوع المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه هل أنت بتبحث عن إله موجود مكتوب أو قال يسوع الرب إلهنا رب واحد هاي اللي بيسموها البسملة اليهودية اللي بيسموها شمع شمع يسرائيل أدوناي إلهوني أدوناي إخاد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قدرتك فإذن الكتاب المقدس بعلمنا أهربوا من عبادة الأوثان أي شيء أي أولوية أمام الرب يعتبر وثن والوثن صنم والصنم هو إله أنت عم تعمل إله مجهول لإلك فإذن لا تعبدوا ربين لا يقدر أحد أن يخدم ربين لا يقدر أحد أن يخدم سيدين الكتاب المقدس بيسم المال إله أو محبة المال هو إله هذا الإله المجهول أحبائي اليونانيين كانوا بيآمنوا في الخوارق بوجود كائن يفوق قدرتهم ومعرفتهم بالإله الخوارق مشان هيك يستدعوا بولوس عاوزين يعرفوا يبحثوا يشوفوا مين هذا المجهول إله المجهول اللي عم بيفتشوا عنه عم بيدوروا عنه ومش عارفينه عاوز طبعا فبولوس كالمعتاد ابتدأ من الخليقة أي من الإعلان العام عن الله وأيضا بيتكلم أن هذا الإله عمل شعوب يعني نحن ذرية الله كل البشر أولاد آدم كل البشر أولاد نوح كل البشر متساون ولكن عند الإيمان هل تؤمن بالإله الحقيقي وحده أم ترفض هذا الإله فيقول عن الرب أنه وبحدود مسكنهم الله إذا بتقرأ في سفر التثنية مثلا في حدود في مسكن في تأسيس لشعوب تأسيس لأمم ومش بس تأسيس أمم بيتكلم حتى عن هويتهم وعرقهم حتى أماكنهم الجغرافية وإن شاء الله ربنا بيعطينا حلقة عن شعب كنعان أو أرض كنعان ليه الرب أمر بإبادة شعوب كنعان فإذا حتى جغرافيا حتى اليوم يعني وين أنت ساكن وين أنت بتعيش في أي بلد في أي منطقة الرب وضعك في هذا المكان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أكيد بتوافق أن الله لا يناقد نفسه وأن الله عنده طريق مش ممكن يعني يناقد الطريق اللي الله بيحطه أمام البشر وبتعرفوا أنا بجاهز في هذا الموضوع حرفيا كتبت عشرات عشرات الآيات اللي تظهر الله من نواحة عديدة طبيعته صفاته من خلال أعمال ومن خلال قدرته بتشوف يعني كل هذه الصفات أثينا طبعا كانت مدينة إن صح التعبير مدينة الإنسانية لأنه بحسب الأثنيين كل شخص غير يوناني كان يعتبر بربري هذه المدينة هي مدينة حضارية مدينة الثقافة فيها أهم جامعة في العالم ولكن خليني أجيبها من الآخر مدينة الإنسانية الضائعة رغم أنه هذه المدينة هي بلد الفلاسفة مركز حضاري بلد العلماء بلد الثقافة ولكن الوثنية استشرت فيها فيها كل أنواع العبادات وكان بولوس عاوز يصل إلى مناطق تانية لتوصيل الحق الكتابي فبنى حديثه عن الله الواحد الحقيقي الله الواحد الحقيقي استخدم أمثلة اللي هن بيفهموها واللي هم بيعرفوها أيضا وأخيرا من كل هذا البناء اللي وضعوا بولوس أراد أن يوصل حقيقة مرفوضة لليونانيين أن هذا الإله قام من بين الأموات الرب يسوع المسيح أقامه الله من الأموات فسخروا من هذه الحديثة يقول الكتاب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فإذن جهالة بالنسبة لليونانيين لأنه بالنسبة لليونانيين الله مش فاضي الآلهة موجودة على جبل أوليمبوس وعندهم يعني قضايا كتير وأوقات يعني بيقدوها مع بعض مش فاضي إنه واحد ليت أنه إله يجي يموت من أجل البشر فطبعا أراد أن يوصل بغض النظر كل الحقائق اللي استعرضها هي حقائق منطقية حقائق عقلانية حتى فلسفيا كان بحارب فلسفتين فلسفة الأبيكوريين وفلسفة الرواقيين وإذا صار في عندنا وقت ممكن أشرح شوي عن هذه الفلسفات ولكن عاوز يوصل رسالة وهي كل مكان بدور في ذهن بولوس الإله المجهول لألا ينسوا إله فهو بعاوز يوصلهم هذا الإله المجهول اللي أنا راح أتكلم عنه رغم أنه بآمنوا بالخوارق ولكن كانوا بخافوا من البركة والعقاب من هذا الإله المجهول فحكى أنه عشان ترضي الله هو الرجوع عن طريق التوبة لأن في يوم من الأيام أنت راح توقف أمام هذا الإله راح يدين ورح توقف أمامه فإذا دايما يعني منشوف في العهد القديم أنه في حرب يهوى مع الآلهة الأخرى آلهة المصريين مثلا في الضربات العشر آلهة البابليين مثل بيل ونبو بتقرأ في أشعي 46 أنه حتى الحمير اشتكت من الحمل لهذه الأصنام آلهة الفلسطينيين مثل الإله داجون أو داجون اللي نصف سمكة اللي سقط على وجهه أمام الإله الحقيقي أو آلهة الكنعانيين والعمونين مثل مولوك ومالكوم اللي كانوا بقدموا أطفال ذبائح لهذه الآلهة وعن آلهة اليونانيين الرئيسيين العشر أو اتنعش وطبعا مئات الآلهة اللي هي ديمي جودز معاهم وهكذا آلهة كثيرة جدا آلهة البابليين والأشعريين وآلهة الفرس آلهة اليونان الرومان أخذوا طبعا عن آلهة اليونان وسموها بتسميات أخرى آلهة النبطيين آلهة العرب وهكذا يعني على مر العصور والأزمان كان في آلهة كثيرة ولكن الله بيتكلم أنه الله لم يترك نفسه بلا شاهد أنه الله دايما كان بيعلن عن ذاته من خلال الخليقة من خلال الضمير كان بيعلن طبعا من خلال الأنبياء من خلال الوحي من خلال الكلمة مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أي بالابن عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدراته هذا الإله الحقيقي اللي أنا عاوز أتكلم عنه إخوتي وأخواتي فإذن الإله في المسيحية هو إله طبعا بيختلف عن كل الآلهة فالكتاب المقدس من بداية سفر التكوين بيقدم الله الثالوث القدوس برشيد برا إلهيم إت هشمايم ذئت هارث في البدء خلق الله إلهيم بصيغة الجمع ولكن خلقه برا بصيغة المفرد فبتشوف من أول كلمة في الكتاب المقدس بيعطينا إشارة للثالوث القدوس هذا الثالوث أحبائي ليس إله أجرد فنحن نؤمن لا إله إلا الله الواحد لا إله إلا الله الواحد أي اسم نبي أو أي شخصية بتحطها بجنب الله يعتبر كفر يعتبر تجديف يعتبر آلهة أخرى أنت عم تعبدها الكتاب المقدس واضح جدا قال يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته قد أكملته أنه المسيح له وجود مع الآب من الأزل ألاحظ آية خمسة والآن أيها الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم وقال أيضا في يحنى 8 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فإذن المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء هذه الآيات تثبت أن يسوع هو يهوى فلاحظ بالكلام في أحباء مسلمين دايما على الفيسبوك آها هو مرسل هو رسول عند الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طب ليش ما بتقرأ كل الآيات اللي بإنجيل يحنى 26 مرة أنه جاء مرسل من السماء من السماء يعني غير مخلوق ولد من عذراء ليه ما بتقرأ هذه الآيات على كل حال فالكتاب المقدس واضح يعلم أن الله ثالوث قدوس له وجود ذاتي وله عقل وله أيضا روح وهذا ما نؤمن به الله الآب والابن والروح القدس الله الآب له وجود ذاتي الله الابن هو العقل الإلهي لوغوس الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كامل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر والروح القدس هو روح الله القدوس فإذا الله الله واحد كيان واحد جوهر واحد في ثلاث أقنين فنحن نؤمن بالوحدانية الجامعة وليست الوحدانية المجردة لأنه لو آمننا بالوحدانية المجردة فكيف يتعامل الله بالكوميونيكيشن بالتواصل وهل الله ابتدى يتواصل مع آدم أو مع يعني الخليقة في فترة زمنية معينة وإن قلنا أن الله محبى من كان يحب الله قبل الأزل هذه المحبة الإلهية والمعادلة الإلهية هو الله الثالوث فالآب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم طبعا للخلاص والابن أنجز هذا الفداء مكتوب الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا والروح القدس هو روح الله اللي ختم على هذا الفداء فإذن نرى الثالوث في الخلق ونرى الثالوث أيضا في الفداء الكامل هذا الفداء فإذن المسيحية تقدم الله تلوث ونرح أواصل بس حابب أعطي فرصة للمتصلين معاي أم أحمد أهلا وسهلا أم أحمد أنت معانا على الهواء أم أحمد طيب أوكي رحت المكالمة عني أم أحمد أم أحمد أم أحمد إنت معايا على الهواء أنا سامع حضرتك أنا سامعك نعم فضل أم أحمد أم أحمد أنت بتتكلم عن الله نعم بالمسيحية طبعا أنا هو إلهك رايت نعم أنا بن الزالي أنا اللي جاية من الظرلة جاية من وادي الموت أنا أقولك إلهي لأعطاني فرصة الحياة إلهي اللي أعطاني فرصة أشترك وأتحد معاه المسيح قال أنا في الآب والآب فيه أنا أصبحت الآب أنا في المسيح والمسيح فيه إداني فرصة أشترك معاه وأكون شبهه وعلى صورته إلهي أنا دايماً بقول إلهي هو الحب يسوع بالنسبة لي هو الحب أعطاني الحب الحب اللي خلى زي ما الظلمة دخلت وأزالت النور ما بقاش أسوري زي ما النور دخل وأزالت الظلمة الحب دخل وأزالت كل القرارية لكل الناس إداني مجال أحب كل الناس فأنا إلهي هو إله الحب هو يسوع المسيح أمين أمين أم أحمد شكراً يعني أنا يعني هذا أنت لخصت كل الكتاب المقدس بكلمة واحدة وأنا رح أتكلم عنها شكراً كتير أم أحمد وربنا ربنا يباركك يعني أنا أتكلم عن تميز المسيحية أو يعني كيف نؤمن نحن بالإله الواحد الحقيقي فالكتاب المقدس يقدم أن الله ثالوث قدوس شيء تاني الرب أعلن عن نفسه أن الله محبة وعلى فكرة هذا لا تراه في أي كتبات أخرى الله بحب هذه طبيعة الله طبيعة الله محبة فإذا طالما أنه طبيعة الله محبة فيريد أن ينقذ ويريد أن يخلص ويريد أن يضحي هذه المحبة هي محبة أزلية منذ وجود الله طبيعة الله لا تتغير فطبيعة المحبة مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا أو كما قال الرسول يحنى في إصحاح ثلاثة فسالة يحنى الأولى ثلاثة واحد انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه مجهول بالنسبة لإلهم طبعا يتكلم ضد بضع الغنصية التي تنكر لهوت المسيح وأن المسيح جاء في الجسد فالكتاب المقدس يقدم الله ثالوث قدوس في الخلق والفداء الله محبة وهذه المحبة غير محدودة محبة غير مشتروطة محبة أزلية محبة أبدية وتراء لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة أحبنا أولا أحبنا فضلا أحبنا حتى المنتهى يعني الرب يسوع تكلم عن هذه المحبة ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه ثم يقول الكتاب المقدس الله روح يعني مش مادة مش مادة طبعا بحارب الفلسفات المعاصرة الله روح وكما قال للمرأة السامرية الله روح والذين يسجدون له ينبغي أن يسجد له بالروح أي بالروح القدس مش بالحرف والحق الحق هو ضد كل ما هو باطل فإذن أنت بتعبد وبتسجد لأله بالروح القدس وبتسجد لأله من خلال كلمة الله الكاملة الكتاب المقدس لأن السامريين ما كانوا أمنوا بكل الكتاب المقدس كانوا بأمنوا فقط بتوراة موسى فما في عبادة بدون كلمة الله وما في عبادة بدون الروح القدس فالله روح ما فيك تحدده في مكان أو في زمان على طول أنا عارش اللي بدور في ذهنك طب كيه بتقوله أنه الله بيتجسد الله أخد جسد يعني مغلف في الجسد ولكن اللهوت غير محدود هو مال السماء والأرض ولما تكلم معني قديموس كلم عن ابن الإنسان الذي هو في السماء ومع إنه نزل من السماء وهو في السماء مع إنه عم بيتكلم معني قديموس وهو الذي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمه هذا كلام من رب يسوع هل قال أنا هو الله طبعا قال لما بقول هاي العبارة شو رايك لما بقول تخيل أكم اجتماع في العالم مئات الملايين من الاجتماعات وكل اجتماع مكتوب إنه هو موجود في الوسط فلا تحد أي مسافات روح القدوس مش محدود الله روح ضد كل ما هو مادة بحسب الفلسفة القديمة ثم الله نور أحبائي الله نور ولكن غير محدود الله نور أحبائي لأن هذا النور سوف يستمر في الأبدية وقال الله ليكن نور خلق في اليوم الرابع الشمس والقمر ولكن عندما نكون مع الله في الأبدية لرح يكون شمس ولرح يكون في كواكب فالله يقول أكون لهم نورا أبديا في نور أبدي هذا النور أحبائي اللي بيفضح كل الآلهة الغريبة كل مملكة الظلمة اللي بيكشفها وبيفضحها وهذا النور أحبائي هو النور الخلاص أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فإذن الله ثالوث في المسيحية الله محبة هذه المسيحية بتتميز فيها يعني الله روح الله نور الله المخلص والفادي الله هو المخلص والفادي هذه الكلمات قيلت عن يهوى في العهد القديم ولسيما بالتحديد بسفر إشعياء النبي وقال أنا هو المخلص وليس آخر مكتوب عن يسوع وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص فالمسيح لم يأتي لينشر دياني لم يأتي ليقدم تعليم أو فرائد أو تقوس أو نوميس ما يتميز فيه المسيح والمسيحية أنه المخلص والفادي وهذه من أسماء وصفات الله فهو المخلص الذي يخلص من الخطية والذي يفدي فهو الفادي أي اشترانا من العبودية واقتنانا بدفع الثمن فأصبحنا ملك الرب هنا تفيد الفك والتحرير حررنا من القيود حررنا من العبودية ولكن في شيء أكثر من حرية الفداء لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يقول في غلاطي أربعة أربعة وخمسة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا مولودا أرسل لاحظ الكلام أرسل الله ابنه أرسل الله الذي كان في السماء الذي يأتي من فوق وفوق الجميع الكيفية مولودا في بيت لحم مولودا من القديسة مريم العذراء مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني وهذه هي العقيدة المسيحية الرئيسية الرسمية التي يحاربها الشيطان وهي التبني شو التبني مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه لخلفيتك ولا من زرع رجل ولا من دم ولا من حسب ولا من نسب ولا من أي وسيلة أو طريقة أخرى بل الذين ولدوا من روح الله يعني الله يسكن فيه هذه يسموها الولادة الروحية من فوق فإذن لما بتتم هذه الولادة إحنا أصبحنا أبناء بالتبني الرب بتبنانا ولكن لا تنتهي القصة هنا الرب حررنا لنكون أبناء ومش بس أبناء يعني صار إلنا الشرعي الكامل صار إلنا الامتياز الكامل صار إلنا السلطان الكامل أننا أصبحنا أولاد الرب التبني إذ نصرخ يا أبا الآب إذن ليس بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح وإنت الإنسان بيورث حتما بعد الموت أليس من أسماء الله عند الإسلام الوارث فإذن تخيل أنه إحنا أصبحنا ورثة الموعد وأصبحنا أولاد الرب التبني ولهذا السبب المسيح هو المخلص والمسيح هو الفادي وهذه العقيدة لا تجدها في أي تعليم آخر ولا في أي ديانة لكي الشيطان يحاربها ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا من هو الإله الذي تعبده من هو الإله الحقيقي قبل ما أواصل رح في مكالمة من الأخت إناس أخت إناس أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى أخت إناس أنت معانا على الهوى أهلا أهلا أخت إناس تفضلي أنت معانا على الهوى تمام تمام نشكر رب أهلا إناس تفضلي أهلا بك الرب صالح أمين علش أنا مش سامعة خالص إحنا بنتكلم عن الإله الحقيقي الذي من هو الإله الذي تعبده مين هو الإله الحقيقي بالنسبة إليك أخت إناس إنت عارف أن ده يعني أن ده فكرة مهمة جدا وصغير مهمة جدا بيطرق في ظهن ناس كتير هل هو هذا الإله يا سيد ولا أب ولا هو زي ما أنتوا بتقولوا يا صديق اللي عايز أقوله إن الله حسن فإذا كان الحسن فعلا الله حسن حقيقي فإذا كان الحسن ده أنا ممكن أجري وأستخد فيه فالله حسن في قوته وحسن في عارف احتواه للإنسان فعايز أقول الآن مش إله أرفع إدايا يا إما تسمعت يا إما ما تسمعتش عارف سعبت الناس تقول إيه أنا بحرس إن أنا وأنا بصلي زي ما أكون صلاتي يا دوبك لحد السيهنج كده وبتردع تاني دي مش صلاحة إيا لأن دي مش عيشة عيشة يعرف العيشة الحقيقية اللي مع رب الحقيقة لما أكلمك بالوقتي لو فيه اختلاف في الصوت أو أنا مش سمعت علشان الشوكة بتاعتي أنا هي اللي مش روطة مش عشان أنت ما تتكلمش لا مسموع واضح أخت موضوح صوتك واضح هلو أه انت معانا على الهوى صوتك واضح أنا سمعت فأنا عايز أقوله إن الإله الحقيقي هو إله يشعر بشيء ويشعر باحتياجاتي وأنا لا أزيد شيء إبدا لا عبادتي تزيد شيء إبدا ولا قلة عبادتي لي تنقص من جلاله شيء بالعكس الاحتياج عندي أنا في مصطي أغي أنا اللي مشتاب مش هو اللي مشتابي لكن انت ما نضاع علينا لأن هو ده إله الحقيقي ومن نفس ما أحبته هو ده اللي ما خليه صد جدا لا يمندي آمين أخت إناس ربنا يباركك وشكرا كتير على المداخلة خلينا أكرر مرة تانية إنه المسيحية بتتميز إنه الإله إله المسيحية أو إله الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي هو يقدم هذا الإله ثالوث قدوس أعلن عن ذاته كثالوث الله محبة الله روح الله نور الله المخلص والفادي وأيضا الله آب يعني المسيح بيوضح لنا إنه هاي المحبة محبة الآب لأولاده وإنه هذا الإله أيضا هو إله شخصي قريب مش بعيد هو إله شخصي جدا يعني بولوس لما تكلم مع الفلاسفة عرف عن هذا الإله الخالق المهيمن الحافظ المسيطر هون بينقو التعليم الفلسفة الأبيكوريين إنه المادة تنادي إنه المادة أزلية لذلك ليس لها خالق وبنفس الوقت نقض تعليم الرواقيين لأنه كانوا بآمنوا بوحدة الوجود أي الله والمادة شيء واحد اعتبروا إنه الله هو جزء من كل شيء ولا يمكن بالتالي إنه قد خلق نفسه كان تعليم بولوس مستند على الكتاب المقدس من دم واحد كلنا متساون فإذن الأبيكورية كانت الغاية الرئيسية منها هو تجنب الألم كانوا مديين يعني لم ينكر وجود الله ولكن كان يؤمنوا إنه الله لا يتدخل في شؤون الناس أما الفلسفة الرواقية بتنادي في مبدأ ضبط النفس يعني الأبيكورية تجنب الألم الرواقية على النقيد لا في ضبط نفس لأنه غاية الحياة الوصول إلى نقطة اللامبالاب السعادة كليا والألم يعني تختبر الألم ببساطة الفلسفة الأبيكورية هو البحث عن السعادة عن اللذة مثل فلسفة الهيدنزم الرواقيين على النقيد يعني يضعون الفكر فوق الإحساس فوق المشاعر والعيش بتناغم وتناسق مع الطبيعة مع العقل فكانوا بينادوا إنك لازم تكبح الرغبة من المتعة كانوا في غاية التأدب على فكرة كانوا ناس كويسين بولوس درس هاي الفلسفات وكان بيعرفها وبيعلمها أو كان يعلمها جيدا الأبيكورية تجنب الألم ماديين الأبيكوريين الأبيكور الفيلسوف علم إنه الملزات والمتعة الحية وليس السعي وراء المعرفة هي الهدف الرئيسي للحياة الرواقيين الحكمة تكمن في التحرر من العواطف عدم التأثر بالفرح أو الحزن في الخضوع اللا إرادة للقوانين الطبيعية خلي بالك إنه بولوس كان بيكلم الأمميين ما عندهم مش خلفية عن تعليم العهد القديم رح أخد كمان مكالمين من معين؟ أهلا وسهلا أخ كريم من المغرب تفضل أخ كريم سلام ونعمة سلام ونعمة المسيح معاك يا أخ كريم تفضل حبيبي أهلا أعرف أهلا أسكت على برنامج ليكو نار فكان نار وزاب الدعام من الإسلام بخصوص موضوع الحلقة أنه إله ونهو الله يحبنا لأنه محب حسب سفر يحنق الأولى وهو مجروح للمعاطين وهو شفاء حسب الشعياء تلاتة خمشون خمسة كتاب مقدس لأنه بحلك من هو صانعك رب الجنود اسمه وليك يقدوس إسرائيل إلى كل الأرض حسب الشعياء رب الجنود خمسة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدله أنه الوحيد يسعى المسيح لكل من يؤمن به بتكون له الحياة تبريح حسب إنجيل لحنة مقدس تلاتة سطاف وكذلك ليس لأحالي يحبون أعظم من هذا إنه يدع أحالي نفسه لأحبائي حسب إنجيل لحنة مقدس خمسة عشر وكذلك حسب قصة الكرامين حيث أرسال الله ابنه الوحيد للكرامين وجلده وكذلك وصله في المقدس من الكتاب المقدس وضع في المسيحيه إلى مهده وإله يعني يغسر خطايا أمس الإسلام فهو إلى سيري الشيطان وهو القتال يعني هي هيئة القتل الشيطاني في القرآن كتاب الشيطاني يعني وزيتكم بالقتل تعاليم محمد الشيطان صلوق أخ كريم أخ كريم أخ كريم صوتك أخ كريم شكرا جزيلا يا أخ كريم عاوز أقول أنه وصلت الرسالة لأنه الصوت كمان مش واضح أنا بعتذر يا أخ كريم ربنا يباركك حبيب شكرا جزيلا يعني اللي أنا قرأته من سفر أعمال الرسل ومش بس بجاد الرواقيين أو أبكريين ورواقيين هو عم بقدم حقائق الحقيقة الأولى وجود الله الله له وجود الحقيقة التانية أنه هذا الإله الموجود كانوا بيجهلوه ما كانوش بيعرفوه وابتدأ من الخليقة حتى يوصل أنه هذا الإله مش رح يسكن فهياك المصنوعة بالأياد بحضره طعام وهدايا إلى آخره وأنه هذا الإله هو مصدر الحياة والنفس وكل شيء أنه هذا الإله كريم سخي معطاء أغضق عطياء على الناس مثل ما بيتكلم لجماعة يعني في آسيا الصغرى في منطقة برية بيعطي مطر وبيعطي خير وبيعطي أثمار بيقدم كل شيء وهو خالقنا يعني خلقنا في المحيط اللي إحنا منعيش فيه وهذا الإله بقول عنه نحن ذريت وصنعنا كلنا من دم واحد فحتما أنه هذا الإله العظيم له مخطط أنه يكون إليه علاقة وشركة مع الإنسان وأنه هاي الشركة من خلال يسوع المسيح قادهم إلى معرفة الله الحقيقي وأنه هاي المعرفة خلال عمل المسيح بموته على الصليب وقيامته أنه إله حي إله مصدر الحياة ولكن حتى نصل مكتوب لازم انتوب يتكلم عن ضرورة التوبة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل كانوا بيجهلوا هذا الزمن راح ولا ففيه خلاص بيسوع فما تضوعش الفرصة وبتكلم عن هذا الإله المسيح سوف يرجع كالديان ليدين لأنه حي تعرف حبائي في كتير ناس مشكلتها أنه ما زالوا بيتبعوا إله مجهول ومش عارفين مين بيتبعوا في كتير ناس عايش في السجن التدين يعني أصبح الدين مخدر للضمائر مش عم بيقدر يفكر مش عم بيقدر يوخذ قرارات فالديانات أحبائي كلها بتدور حول الشرائع والتقوس والفرائد المسيحية غير بتقدم المسيحية أنه بتتمحور حول شخص هذا الشخص هو الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات ما زال يعمل له القدرة أن يغير وأن يغفر الخطايا وأن يطهر وأن يبرر وأن يحرر وأن يعطي الحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية في الحاضر وأن يعطيك وبيكتب اسمك في سفر الحياة لأنه صنع الفداء العظيم هو المصدر وهو الوحيد القادر أنه يعمل الله يسمو على الكل له طبعا وجود ذاته الله مش بيحب بس اللي بيحبوه واللي بيطعوه لا الله بيحبك بغض النظر بغض النظر شو ضعفك شو خطيتك الله لا يريد أن يهلك الناس مكتوب الشيطان الإرهابي قد جاء لك كي يقتل ويذبح ويهلك قال يسوع أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل جاء يغفر الخطايا جاء يشفي المرضى جاء يبرئ بلادنا جاء يحررنا من الضربات الشيطانية هو غير محدود كامل وجود أزل أحباء قدوس هو رب الخليقة هو المخلص والفادي أيضا جاء ليحررنا من التدين من مظاهر التدين الخارجي عاوز يحررنا يقول أنه هذا نفس الإله الخالق هو خلقنا وهو وفدانا من خلال يسوع المسيح المسيح بتقدم النعمة الخلاص المجانة الغير مستحق ولكنه أحبنا هذا الإله هو إله إبراهيم إصحاق ويعقوب إله كل واحد يؤمن فيه هو إله وأبو ربنا يسوع المسيح كما يقول عنه الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي فمن هو إلهك اليوم في كتير ناس إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم أغلب الديانات هي هرطقة لأن النتيجة تجميع النساء تجميع الأموال إعلان القوة والاحتلال والحرب هذه ليست ديانة المسيح ليس طبعا سلوك المسيح لا تقدر أن تخدم سيدين إن المسيحية تتمحور حول شخص حي مؤسسة على حقائق تاريخية وإعلام الله في الكتاب المقدس المسيحية تقدم الخلاص وعد بالخلاص والحياة الأبدية وضمانها في الحاضر حياة جديدة وضمان أكيد المسيحية هي الديانة الوحيدة التي تعلم أن الخلاص هو عطية مجانية بنعمة الله يعني ما فيش أي دخل للإنسان فيها مصدرها إلهي استحالة بعيد المنال بالبر الذاتي أعلنت أن هذا الإله محبي وأن هذا الإله يريد أن يخلصك أنه يريد أن يأتي إلى حياتك لأنه مخلص شخصي وصلي من كل قلبي تقول لي يا رب افتح عيني حتى أكتشف اعلن لي أنك أنت الإله الحقيقي وحدك بصلي أنه الرب يعلم ويبارك ويفتح عينيك وزهنك وقلبك الرب يباركك اشتركوا في القناة